من العقول الاقتصادية قرينا انها تنضم الى عقل مصر الاقتصادي ودول كان عندهم الكثير من الخبرة والكثير من الشغل في هذا الامر انه هو ازاي يقدر يعمل التلات كور دول مع بعض من غير ما كورة طوقة دعم اسعار الضمان الاجتماعي انه التلاتة دول يمشوا مع بعض لفترة او يقوم السيد رئيس الوزراء ويقول لنا غير موضوع اقتصاد الحرب يعني غير ما يقول لنا ان احنا عندنا اقتصاد حرب لانه وهو حتى رجع بعد كده قال وضحها للناس يعني انما يقول لنا والله يا جماعة احنا حنتزنق شوية لمدة كذا وبعد كده الدنيا تبتدي تتحسن يبتدي حاجة تقل يبتدي اسعار تتحق يعني كل هذه الاشياء يعني مهمة فكرة ضبط السلع في الاسواق هذا امر غير موجود ولان يكون على فاكرة انا بقولي الكلام ده من 20 سنة ضبط اسعار السلع في الاسواق التجاء من المرة الالف هو التجار اقوى من الحكومة مش في مصر في كل حتة في العالم التجار اقوى من الحكومة انت لا تقدر تقول له اعمل كذا زي ما شوف برضو المثال التافه اللي ندان بدر زي ما شوفنا في البيت اما قلت له اعمل كذا اقول لك خلاص اهو بقيت بقى 10 جنيه 8 جنيه روح بقى انت شو بحجبهم من انت فكل هذه الامور يجب ان احنا نضعها في الاعتبار عندي قناعة ان انتوا تستطيعوا ان انتوا تعملوا هذا التوازن انا بس دوري ان انا نقلك انه الناس بتسأل طب انا هعمل ايه هعمل ازاي خصوصا ان ده جاي مع دخلة المدارس يعني اقصد برضو ده كان ممكن مراعاة سياسية انه بس خلاص حصل يعني انه نأجله شوية نقول للناس طب حبة طب خدوا نفسكوا واحنا معاكوا بس طبعا برضو هو زيه زيك هو عليه ضغوط اخرى يجب انه هو يوفيها معنا سيادة النائب محمد عطي الفيومي امين صديق